ظهر العشرات من جرح القوات الامنية والعمليات الارهابية امام مبنى محافظة الديالة للمطالبة باستحقاقهم من قطع الاراضي بعد الوعود التي قدمت لهم من المسؤولين والتهموا ادارة بلدية بعقوبة بابتزازهم هذا التجمع صار لتقريبا اكثر من ست شهر وعدونا وقالونا لا ست شهر من جينا هنا قالونا طلع لنا المسؤولين قالوا طولنا مجال اربعة شهر وراء اللي باعته شهر تخذوني عيوننا وجينا لا لقنا لا عين ولا قاع وحالي حال الولد كلها شوفها كلها مضررة ابو العربانة وابو البتر وابو العين احنا موضعنا هذه الشي اي مسؤول بالدولة اي مسؤول انا هسا همزل ما اريد معدهم خليجي المسؤول ياخذ الكرسي وما تيطين رجلية تلك رجل اريد معده والقاع من عنده منه حلال زلال الناشد محافظة يالا نقول لا احنا ابنائك احنا مو من خارج المحافظة احنا من داخل المحافظة بلدية معقوبة جا تستفزنا جا تبزبينا جا تاخذ فلوس من عندنا ابتزاز صحي جا تبزبينا جا تاخذ فلوس من عندنا جا تساومنا على قطع اراضينا احنا القانون صرفونا قطعة ارض القطع ارض خلصوها كملوا صادقوا الارقام كملة المحضر خططوا الشوارع جابوا ضغط عالي كهرباء مدوا مجاري الحد ما وصلت فدنا بس يفتحون المحضر بس يدخلون اسمانه هسا قاموا يستفزونه يريدون حولونا على غير شريحة ادارة بلدية بعقوبة نفت الاتهامات التي وجهت لها من المتظاهرين واكدت انها تتابع بشكل جدي هذا الامر واوشكت ان تنتهي من فرز الاراضي التي ستوزع على الشهداء وجرح العمليات الارهابية هذه الاتهامات جميعها باطلة البلدية والسيادة المحافظ متابع الامور متابعة شخصية وبقية الدوائر متعاونة كلش معانا بخصوص موضوع الافراز وان شاء الله بالايام القريبة القادمة سوف تقوم مديريتنا باكمال الافراز والتوزيع حسب محاضر تخصيص للشهداء والجرحة تضحيات كبيرة قدمها الجرحة واكبر منها واغلى ما ضح به شهداء العمليات الارهابية من القوات الامنية لكن معاناتهم ما زالت مستمرة وما زالوا منذ سنوات يطالبون بابسط حقوقهم في ظل تجاهل رسمي وصمت حكومي كما يؤكدون من محافظة ديالة حسن شمري التغيير الفضائية اشتركوا في القناة